قلنا هنرجع لدكتور حاتم العبد على مسألة الاعتبار القانوني اللي قالوا الصهاينة حول استعدادهم للانسحاب يعني تبقى للإعلام بتاعهم بيقولوا إسرائيل مستعدة لسحب قوتها من رفح الاعتبارات السياسة أو الاعتبارات العسكرية ولا هناك اعتبارات قانونية أصبحت بتدفعهم لده عندهم خشية من توقيع ضغوط ما عليهم نستطيع المزج بين الاثنين الاعتبارين بمعنى أن الضغوط القانونية وتضييق الخناق القانوني على الكيان الصهيوني هم استعملوا ذلك في إعطاءه مسحة سياسية نستجيب للضغوط الدولية نحاول الانسحاب لكن يفقى في المقام الأول والأخير الضغوط القانونية سيما في ظل تزامن مجريات الإجراءات أمام محكمة الجانية الدولية ومحكمة العدل الدولي هل انضمام مصر اللي دعوت جنوب إفريقيا مؤثر على هذا الحدث وبتحديدا جزء من هذا التصريح الإسرائيلي؟ إنها مصر إذا ما انضمت فالدبلوماسية العربية تنضم فدبلوماسية الشرق الأوسط وبما لها من ثقل سياسي ودبلوماسي سيغير الموازين لأن مصر مناصرة للقضايا الفلسطينية على مر العصور مصر لن تقف إلا إلى جانب الحق قولا واحدا